ضمن سعيه الدؤوب والمستمر لإعادة العراق إلى مكانته الدولية المرموقة ههو رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في جولة أوروبية شاملت فرنسا وألمانيا وبريطانيا التقى خلالها بقيادات البلدان الثلاثة وحقق مكاسب كبيرة للعراق من خلال الاتفاقيات التي أبرمها مع حكومات البلدان الثلاثة في المجالات الاقتصادية والأمنية والتعليمية وغيرها خبراء قالوا إن جولة الكاظمية هذه جاءت لترميم علاقات العراق مع الدول العالم ولإنعاش الجانب الاقتصادي والسياسي المتعثر في البلاد زيارة سيد الكاظمي أو الزيارات الخارجية بصورة عامة هي لترميم علاقات العراق الخارجية لأجل إنعاش نوع من الاقتصاد والسياسة المتعثر في العراق وثم تميرها أن الكاظمية يسعى من خلال هذه الجولة إلى كسب الدعم الأوروبي لمواجهة الأزمات التي يعاني منها العراق خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والصحية والأمنية وتأكيد استمرار الحاجة للدعم الغربي في حرب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي زيارة سيد الكاظمي إلى بلدان في أوروبا هي زيارة معلنة مسبقا وتهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية ولكن في الواقع الغرب يبحث عن الاستقرار يمكن للسيد الكاظمي أن يستثمر ذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من التفاهم والدعم الأوروبي في مجال الاقتصاد جهود كبيرة يبذلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإعادة العراق إلى مكانته الطبيعية التي يستحقها بين الشعوب والأمم فمتى ستنعكس نتائج تلك الجولات الخارجية على الواقع العراقي الذي يعاني أزمات مالية وأمنية وصحية وفسادا مستشريا وصراعات داخلية وإقليمية ودولية هدفها ثروات العراق اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر